احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا سائل فضيلة الشيخ يقول كيف يحقق المسلم التوحيد على الوجه الأكمل حققه بترك الشرك الأكبر والأصغر وترك الذنوب والبدع هذا هو تحقيق التوحيد وهذا أعلى درجة هذا أعلى درجة قد يكون الإنسان موحدا لكن لم يصل إلى درجة تحقيق التوحيد فهذه ميزة عظيمة ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب